اشتركوا في القناة من غير اي تنصيق مع مصر والسودان فحالة اشبه بالعناد التام اثيوبيا بس اكتفت باختار الجانب المصري والجانب السوداني ببدء الملء ونركز هنا ان ده اختار مش تنصيق العناد الاثيوبي ده بيثبت اللي عشرنا له كتير من ان سد النهضة في اثيوبيا هو سد سياسي مش سد للتنمية اطلاقا واثبتنا الدور الاسرائيل في سد النهضة وان الهدف الاساسي ان السد ده يكون اداة ضغط ومساومة ضد الدولة المصرية بس مصر عمرها ما كانت من الدول اللي بتسكت لما تكون مهددة ومصر بتمتلك دايما ادوات تمكنها من قلب الطولة على اعدائها في اي لحظة وقبل ما نعرف ايه هي الادوات اللي بتمتلكها مصر الادوات الفاعلة اللي بنتكلم عليها واللي بتمكنها من الضغط على اقدار بايدن بالذات والعالم كله بما يشبه العقاب قامت مصر بتوجيه رسالة لمجلس الامن تضمنت مفردات لا بد من اننا ننتبه لها واشار وزير الخارجية المصري الى ان مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل الاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة الا ان اثيوبيا قد افشلت كافة الجهود والمساعي التي بودلت من اجل حل هذه الازمة واكد شكري في خطابه الى مجلس الامن ان مصر تتمسك بضرورة التوصل الاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة الا ان الدولة المصرية لن تتهاون مع اي مساس بحقوقها او امنها المائي او اي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الاوحد له لن تتهاون مع اي مساس بحقوقها وامنها المائي او تهديد لمقدرات الشعب وبيان الخارجية كمان تضمن وهنا أرجو الانتباه واختتمت الخارجية المصرية بيانها بأن مصر تحتفظ بحقها الشرع المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي بما في ذلك إذا أي مخاطر قد تتسبب بها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية الحق الشرع المكفول في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة يا عزيزي بيدي الدولة الحق باتخاذ الإجراءات تجاه أي تهديد لحقوقها وأمنها وسيادتها بما في ذلك الإجراءات العسكرية أي والعسكرية ولكن هل معنى الكلام ده أن مصر حتعلن الحرب على إثيوبيا خلاص ونقول استعدوا يا سادة فالحرب قادمة نهدى شوية كده عزيزي المشاهد المسألة ما بتكونش بالشكل ده لأن مصر عندها العديد والعديد من أدوات الضغط اللي تخليها تربح المعركة من غير ما تعلن الحرب ولا تحرك عسكري واحد ومنها أدوات ضغط أدرى من خلالها أن هي تعاقب العالم كله مش بس إثيوبيا وعلى رأس الأدوات دي أفل قناة السويس خصوصا أن العالم بيعاني وفي حالة اضطراب في سلاسل الإمداد والطاقة والتضخم بينهج دول العالم بما في ذلك دول الغرب ولحظة هنا لأن ممكن حد يقول أن مصر ما تقدرش تقف القناة السويس وأن الموضوع مش فوضى وفي اتفاقيات بتلزم مصر بعدم إغلاق القناة إلا في وجه السفن التابعة لدولة مصر في حالة حرب معها ده كلام سليم ولا ربار عليه ولكن ونخلي بالنا هنا من ولكن دي ولكن إذا أنا بقول إذا يعني لو قامت سفينة ما بيقودها قبطان ما والقبطان ده تهور وتراشم واخد بالك عزيزي المشاهد تهور وتراشم وهب وخبط في شط القناة وتعلقت السفينة في المجرى رئيسي للقناة أظن كلكم فاكرين اللي حصل مع سفينة إفر جريم من أكتر من سنة وإزاي اتأثرت سلاسل الإمداد وقتها والتجارة العالمية كلها وساعتها لمؤخزة يا كوكب القناة عطلت وربنا يسهل بقى ونحاول نفتحها قريب إن شاء الله ولا أراكم الله مكروهم في عزيزي اللي دايكم خصوصا إن العالم أصلا بيعاني أيام معاناة دلوقتي الرئيس الأمريكي بايدن مش عارف يجبح جماح التضخم عنده درير ارتفاع أسعار الطاقة اللي حتتأثر بتعطل قناة السويس باعتبرها من أهم شرعيين التجارة والإمدادات العالمية أنا بقول إن هي من أهم ما بقولش إن هي الوحيدة وأكيد في بدايل وأنا عارف إن الوضع ده حيخسر مصر ملايين يوميا ولكنه حيخسر العالم مليارات يوميا وحيزيد من معاناة دول رئيسية زي أمريكا والدول الأوروبية اللي ساعتها حيدركوا الأهمية الاستراتيجية لمصر والقناة السويس وبالتالي أهمية التحرك لوقف مؤامرة سد النهضة وإجبار إثيوبيا على القبول بالإدارة المشتركة للسد والتنصيق في مسألة الملأة ده أحد أدوات الضغط وأنا عارف إن البعض حيشوفوا كلام مبالغ فيه شوية ولكنه وارد وارد جدا إنه يحصل بشكل أو بآخر مش شرط إنه يحصل بالملي زي ما أنا قلت يعني وأهم شيء إن مصر عندها كروت ضغط كتير بخلاف قناة السويس ومسألة العمل العسكري وإن كانت مش مفضلة إلا إنها حتفضل وردة ما هو بصه لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بحصة مصر لأن بعد المية ما فيش إلا الموت وده كلام بوجهه للمتوترين من الشعب المصري اللي بيتأثروا بكلام إعلام الإخوان وقطر وحب أفكرهم إنه لولا ثوار يناير 2011 ما كانتش مصري لبسة السد وأصبح أمر واقع ومسألة إن المتعالم والمتطاقف بتاع قطر عصام حجي كل شوية يطلع على الشعب المصري ويقول لهم عن مخاطر سد النهضة والإعلام القطري ينشر كلامه بهدف ترهيب الشعب المصري فالمسألة دي مفقوصة جدا ومحدش محتاج يعرف خطورة السد ده لأنه فعلا خطر على مصر والكل عارف ده ولكن الثوار الأحرار اللي نزلوا في 25 يناير هم اللي أضعفوا الدولة المصرية ودوا فرصة للإثيوبيين يبدأوا في السد ويخلوه أمر واقع وبالتالي الدولة المصرية مضطرة تتعامل مع الأمر على أنه بالفعل أمر واقع مش بمزاجها لا درسبا عنها وخلونا نتكلم بصراحة هي مضطرة تتعامل بسياسة الأمر الواقع اللي نجحت إثيوبيا بفرضه على مصر مصر اللي للأسف أضعفها أبنائها اللي انساقه بحسن نية وراء جندات الغرب وإعلام قطر القزر ولولا ستر رب العالمين ثم فطنة الشعب المصري والجيش المصري لكانت مصر دلوقتي على أفضل تصور على أفضل تصور زيها زي ليبيا بسبب المال والإعلام القطري ومخطط الشرق الأوسط الجديد وهنا بتحضرني معلومة سمعتها من صديقي إماراتي كان في تايلاند وقت سقوط الدولة المصرية في 25 يناير 2011 صديقي بيحكي أنه كان في مطعم مصري وأنه فجأة سمع مدير المطعم بيشتم في قطر وفي قناة الجزيرة فسألوا صديقي عن السبب خصوصا أنه شخص عرف اللسان ومش معتاد عليه التلفز بألفاز خارجة إطلاقا فرد عليه المصري وقال له عايزين يده لكل واحد مصري 100 دولار ويقف في مظاهرة يقول فيها الشعب يريد إسقاط النظام صديقي تلع الشارع بعدها لقى فعلا فيه تظاهرة فيها حوالي 15 مصري شايلين عالم مصري كبير جدا واضح أن قناة الجزيرة كانت محضراء وورا الصف الأول كان فيه عدد كبير من التايلنديين ولكن الصف الأول اللي رفع العالم رفعه بحيث يحجب وشوش الصفوف الثانية واشتغل بقى الهتاف لمدة 5 دقايق الشعب يريد إسقاط النظام وعلى الجزيرة بعدها بشوية جابوا المظاهرة على أنها مظاهرة حاشدة للمصريين في تايلند للمطالبة بعزل مبارك السؤال ماذا استفادت قطر من عزل مبارك رغ إضعاف الدولة وإفشال دورها القائد في المنطقة فكر وجاوب على سؤال هل بهذا الشكل قناة الجزيرة بتنقل الأحداث أم بتصنعها ولماذا تصنعها وهل هي هكذا وسيلة إعلامية أم زراع مخابراتي لمخطط قزر يستهدف المنطقة ويستهدف مصر واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي